يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مباراة غريبة مباراة عجيبة جدا أنا غالبا ما شفتش مباراة شبه دي من سنين من سنين طويلة جدا ألا أتذكر اللي شبهها شوية يعني مباراة منتخب مصر الأول مع منتخب المغرب في استاد القاهرة في تصفيات كهس العالم 2002 أنا كنت حاعدة المباراة دي في المدرجات في الاستاد منتخب مصر ساعتها ضيع فرص مستحيل تضيع كان سوق حظ مش طبيع والمباراة دي برضو بالتعادل نهارده منتخبنا الأولمبي فأول مباراة ليه في كهس العالم الأفريقية تحت 23 سنة أمام منتخب النيجر البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس إن شاء الله تعادل سلبيا دون أهداف لو ما شفتش المباراة هتقعد تقول الكلام اللي هو من نوعية إيه آه ده شكل المنتخب الأولمبي هيتلع زي منتخب الشباب ومنتخب النشئين إحنا إزاي معرفناش نكسب النيجر إحنا إزاي منتخبوه حش كده إحنا ماستعدناش كويس شكله مدرب مش كويس الجيل ده من اللاعبين مش كويسين لكن في حقيقة الأمر إحنا عملنا مباراة كبيرة عملنا مباراة محترمة جدا وسلنا للجول فأكتر من مناسبة عندنا ما يقرب من 20 محاولة على المرمى رقم كبير وضخم طيب هم لإيه حظ بص ما فيش حاجة تتقال عن مباراة اليوم غير الحظ وسوء الحظ اللي واجه منتخبنا إنت متخيل خمس كرات في العرضة والقائمين ده الواحد لما بيجي له كرة أو فرقة أو منتخب بيجي له كرة في العرضة في المطش يمشي أو يخرج من المباراة يقولك أنا وجهني سوء حظ أنت متخيل خمس كرات منهم تلاتة تلاتة لإبراهيم عادل لوحده تلاتة لإبراهيم عادل واحدة لقسمة فيصل واحدة لمصطفى سعد ميسي خمس كرات في العرضة والقائمين كتير ده غير بقى الكرات اللي ضايعة على الحارس غير الكرات اللي يعني جاء مرت من جنب العرضة ولا من جنب القائم غير الحاكم اللي كان سايق جدا وسايب النيجر تضايع وقت النهاردة غير حيات كتيرة أوج فأنا النهاردة لا لوم على أحد سوى الحظ هتقول لي يا عم أنت من أولها بتجميلهم أنت لو تفرقت على المطشي زي حالاتي كنت هتتعب تتشل موضوع صعب قوي حرام يعني يعني سوق حظ يعني بس إن شاء الله يعني ربنا بإذن الله يكون كاتب لنا الخير في المواجهتين القادمتين أمام مالي والجابون إن شاء الله الأمور تبقى أفضل من كده وإن شاء الله الحظ مش يفضل قدامنا طول الوقت أدام اللاعبين بيجتهدوا نهاردة شفت رجولة وأدام مميز جدا من معظم اللاعبين أبرزهم طبعا إبراهيم عادل اللي خاد أفضل لعب في هذه المواجهة بالمناسبة بس كل اللاعبين عملوا مباراة كبيرة ومحترمة